أهلا بحضراتكم مرة تانية معنا في صباح النور وأول فقرة في حلقتنا النهاردة باكرا يا رب تسمعوا صوتي الحقيقة سفر أستير من الأصفار الجميلة اللي موجودة في الكتاب المقدس والإننا في فترة تصوم وصوم المستحلات والصوم عشان يكون صوم مقبول لازم يكون معاه صلاة ويكون معاه صدق قد إيه الصلاة بتكون جميلة ومفتاح لكل المشاكل اللي ممكن تقابلنا مهما كنا شايفين أن قدامها حيطة سد ومفيش حل لأي حاجة سفر أستير بيورينا ده قدام الأزمة اللي مر بيها شعب الله قدام المستحيل اللي شافت أستير أنه شعبها خلاص هيهلك لكن قدام الصلاة وقدام الدموع ربنا دايما بيكون حنين علينا ما بيتحملش دموع البني أدمين أو الإنسان اللي خلقه خلينا النهاردة هنتكلم أكتر في جزء من سفر أستير وبسعدني ويشرفني الأستاذة نرمين مفتاح أمين التربية الكنسية بكنيسة الملاك رفاقيل بالمعادي أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك طبعا الخير من ورانا طبعا يعني سفر أستير لما بنقف قدامه سفر بسيط وسهل إننا نقراه لكن في نفس الوقت مليان رسائل من ربنا لكل واحد فينا وتحديدا هنقف عند المستحيلات وعند الصلاة وعند الهلاك اللي ممكن نمر به مش بس قدام القتل يعني لكن في حاجات كتير قوي بنمر بيها نقدر يعني نقول إنها زي اللي مر بيها شعب الله مع اختلاف المشكلة نتكلم أكتر بس اسمحيني مع كل السادة المشاهدين نسمع الجزء ده من الأصحاح نرجع لكم مرتين وفي كل كورة حيثما وصل إليها أمر الملك وسنته كانت مناحة عظيمة عند اليهود وصوم وبكاء ونحيب وانفرش مزح ورماض لكثيرين مع سفر أستير ومع الصلاة والدموع هنتأمل أكتر برحب حضرتك مرة تانية سيدة نارمين خلينا ناخد بس الأول فكرة عن الأصحاح ده واللي موجود فيه عايزة أقول أن الأحداث بتاعت سفر أستير حصلت في أيام السابي بس أيام مملكة فارس الملك أحشا ويرش كان متزوج بملكة اسمها وشتي الملك ده كان مملكته كبيرة جدا وترميت الأطراف من أول الهند لغاية كورش كان عامل وليمة كبيرة جدا الولام دي كانت بيصرف فيها كتير قوي كانت تمتد ممكن لمية يوم وكان مجمع فيها الملوك والوزراء وكبار الدولة وبعد كده والملكة برضو وشتي كانت عاملة وليمة كبيرة برضو للنساء كانوا يفصلوا بينهم جات له فكرة مع شرب الخمر وكده جات له فكرة أن هو يجيب الملكة ويخليها تظهر جمالها كانت جميلة جدا تظهر جمالها أمام عظماء الدولة عنده الوزراء والملوك والولاء وكده فهي رفضت فغضل منها الملك وكرر أن هو يستبعدها وأشاروا عليه برضو قالوا له أن الملكة كده تعتبر أهانة الملك فلو السيدات تتبعوها يعني ما فيش زوجها تحتنم زوجها فالأفضل هو يستبعدها خالص فهو فعلا استبعدها وأشاروا عليه أن هو يختار بنات جميلات وهم يقولوا بنات جميلات ويختار منهم واحدة جميلة فعلا أن هم بدأوا يختاروا بنات جميلات وفضلوا يعني فلطروا من جات ما وصلوا لسبعة كان من العدد بتاعته من هما يعودوا سنة يتدهنوا بقى بالمر وبالأطياب عشان بتدخل الملك تبقى في أجمل صورة ربنا أعطى أستير نعمة أستير أو هديسة نعمة في عين الملك وفعلا يحبها ويتجوزها وجعلها الملكة وضعت تاج على رأسها كان في الأصر الملكي رجل يهودي اسمه مردخاي ابن يقيري ابن شمعي ابن قيس رجل يميني يعني من سبت ابن يمين رجل طقي يخاف الله في الوقت دوت بقى كان فيه رجل شرير اسمه همان همان دوت كان إنسان متكبر جدا الملك على جدا يعتبر همان هنا رمز للشر همان هنا كان أقام نفسه قال إن كل يدخل عند الملك أو يخرج يدخل من باب الأصر للملك يلازم ينحني ليه ويسجد ليه الناس استجابت مع هذا رجل الله اللي هو مردخاي لأن كان معروف عبارة الإنسان في الوقت ده كان ممكن الفرعنة يعبده أو بعض الملوك يعبده هو رفض أن هو ينحني النوع من التقوى والتزام بعبادة الله الواحد يعني فيه فرق بين إنحناء الإحترام وبين في الوقت ده زي ما حضرتك بتقولي كان فيه عدادة الإنسان أو الفرعون أو الملك والوصية اللي ربي إليها تسجد وإياه واحد وتعبد الموضوع ده أصار غضب جدا همان وبدل يعني فكر يتخلص من مردخاي ويتخلص من شعبه كله شعب اليهود قبل الأحداث دي كان مردخاي عمل عمل جميل للملك كان فيه اتنين من الخاصيين تأمروا عن الملك وفكر أن هم يمد يديهم على الملك كان يقتله الملك وهو كشف المؤامرة دي لأن هو كان يعمل في القصر وبلغ أستيره وبلغ المسؤولين وفعلا ربنا أنقذ الملك من شر الخاصيين دولة همان يبتلي يدبر مؤامرة يروح للملك مش بقى يقوله أنا متدايق أو أنا غضبان من هم بيسجدش لأ طوان تأمر عليه وابتدى يخدع الملك وقال له أن فيه مجموعة مشتتة في المملكة بتاعتك مش بيخضعوا للسنن يعني القوانين بتاعت المملكة ولا لأي مملك تاني يعني ناس خارجة عن القانون فقاله أن هم يتقتلوا فقداله الملك الخاتب بتاعه اللي هو في الخدمة بتاعه وقال له اكتب أنت كما تشاء ويختم عليه طبعا همان استغل الموقف دوت وبدأ يكتب بقى هو كتب رسالة جريبة جدا يعني كتب بلسان الملك قال أن الملك في رأى شخص عظيم وحكيم وقبل الجميع لهو همان ويقرر أن يقتل كل اليهود في كل العالم في يوم واحد وبدأ يعمله حاجة أسمع الفورة الفورة ديت معناها قرعة يشوفوا إيه الشهر اللي هيقتلوا فيه كل اليهود يعني إبادة جماعية لكل ناس اليهود ده كان سبب النحيب والصراخ اللي كان في المملكة ده سبب النحيب عملوا الفورة ديت واتفقوا على يوم 3 على شهر 12 من الحدث دوت فاتفقوا على يوم 13-12 إبادة جماعية بدأ يوصل المكتوب دوت بتاع الملك بيرسله بقى عن طريق السعاة طبعا نشكر ربنا أن الفترة دي طويلة بالنسبة لهم يعني هيدبروا الشر طبعا ما كانش هو وسائل تواصل فهيسفر عشان يقلوا رسالة لكن الله برضو بحكمته دبر أن الوقت داي بقى وقت كبير علشان لما توصل رسالة الملك توصل رسالة الأخرى اللي هي بإنقاذ شعبه لما كانت الرسالة دي توصل أي حد كان بيحصل النحيب والبكاء دوت أول ما رسالة دي بتارت تعلن بدأ يحصل الطراب شديد جدا في اليهود الموجودين في شرشان القصر وبدأ مردخاي بقى أن هو يلبس سيابه وصرخ صرخة يعني الوحل اللي هي بيقولك صرخة مرة عظيمة لا بيبين غيرة الشخص ده على شعب ربنا وحبه وأمانته مع أنه ما يسمعش المردخاي كان من الكهنة أو كان من الأنبياء لكن شخص ربما يبين أن شخص عادي لكن شخص يحمل غيرة وحب شديد لشعب صرخ صرخة مرة جدا ومزق سيابه وبدأ يلبس المسوح المسوح ده نوع من الخيش المادة خيشنا كده تعبر عن التزلل الرماد يعبر عن الحزن الشديد وبدأ أنه كل اللي كان يسمع إبادة جماعية ونحب كل ممتلكاتهم في يوم واحد فطبعا الحدث كان حدث مرعب ومهول وكل ما الرسالة توصل لمدينة يبدأ اليهود فيها النحي يزيد والصراخ يزيد من مدينة لمدينة أستير وصلها الأمر عرفت أن مردخاي مردخاي هو اللي كان ربا أستير أستيرت بقى بنت عمه مات أبوها وأموها صغيرة ومردخاي هو اللي تولى أمر تربيتها كأنه وكأنه والدها يعني أقول لأمر تربيتها فلما سمعت أن مردخاي حزين جدا وعمل كده فبعتت له حد من الحسيان تقول له ماذا ولماذا أو فيه إيه حصل ونعمل إيه يرد عليها مردخاي يعني بعت لها صورة من المكتوب دوت على الملك وقال لها أن ربنا اختارها أن هي تعمل خلاص للشعب وقالت له طب أنت عارف أني أنا مش معادي أدخل ملك دلوقتي لو دخلت للملك في دون معادي نممكن هو أن تموت إلا لو مدلها السولجان أو القاضي بالدهب ده استمح لها بأنها تدخل وقتها تقول اللي هي عايزة فقال لها ربما ربنا حطك في المكان ده في الوقت ده من أجل العمل ده الخلاص جاي جاي بس لو أنت ما حاولتيش ممكن يجي عن طريق حد تاني هنا في ثقة عند مردخاي أن ربنا هينقص الشعب عن طريق مين مش مشكلة بس أنا وصق أن ربنا هيخلصه بالضبط استير كرت جميلة قالت له رسالة معناها يعني إيه تعالوا نصوم ونصلي أنت صوم وصلي وهي خالد جوريها يصوم ثلاثة يام طي يعني بدون أكل خالص علشان لما تقف قدام الملك تبقى محمولة بالصوم والصلاة الفكرة جيه الحقيقة فكرة رائحة جدا فكرة كتابية رائحة ربنا يدي نعمة ربنا يدي نعمة العمل اللي بيقدمه الإنسان يتضرع وتزلل أمام الله استجابة الله في النعمة اللي أعطاه الأسطير في عيني الملك فتدخل تتكلم وهي محمولة بالصوم والصلاة ودي بيتفكرنا كمان بنحمية لما كان هيقف قدام الملك برضو لأول صلة وبعد كده وقف قدام الملك ورفع النحيب والبكاء والمشكلة يعني برضو في سفر يونان يعني الأهل النينوة في كل الأصفر بالزبط فتقف قدام الملك محمولة بالصوم والصلاة فتقف قدام الملك الملك وربنا يدي عمل إليها يعني هي قدمت صوم الصلاة العمل إليها ربنا دي نعم في عين الملك فيمدي لها القضيب الدهب وبتكلم لها أمري ولو حتى نص المملكتي فتقول له أنا ليه طلب سجل تعال أعزمك عندي عملك وليما أنت وهامان وبعد كده تعزمه عندها وبعد كده يقول لها أطلبي ولو نص المملك تقول له تعال بكرة الجميل بقى في العمل إليها إن ربنا في الليلة دي هتقف عند الملك ربنا يدي ألق أو أرق للملك أحشا ويرش فيبدأ يقول لهم طب هاته السفر اللي فيه الأعمال بتاعته عشان يتذكرها فيفتكر إن فيه رجل عظيم اسمه مردخاي أحسن إلى الملك وأنقذ وهو طبعا عملنا له إيه ما عملنا لهش حاجة فيبتد يفكر في وقت الوليمة الملكة يبقى موجود وفي دخل هامان في هامان شايف إن الملك بيعظمه جدا فيقول له نعمل إلي الرجل المخلص اللي هينقذ الملك إن كريمه إزاي واحد ملك عايز يكرمه فتظن إن الكلام طبعا عليه فيقال له لا ده إحنا نلبسه سياب الملكية وإن أعيده على الفرس الملكي والنادي قدام وكل ده هامان بيتكلم على إن المجد ده يروح لنفسه بيرتب لنفسه اتفاجئ بإنه بيقول له اعمل زي ما قلت لمردخاي في الوقت اللي قابليها الليلة اللي قابليها بيقول الزوجته والولاده نعمل إيه قال له حضر خشبة كبيرة اللي يصلب عليها مرضخاي وسط الأحداث اللي الشيطان بيرتب أحداث والشرعة مالية تفاقم عمل الله كبير جدا ما يخطرش على بال حد طبعا فربنا يرتب بقى إن المجد يروح لمردخاي وبعد كده اليوم اللي بعده يقولها طب طلبي يا أستير تقول له أعمل وليمة تاري فيجيب هامان وبعد كده تقول له أنا طلبي إنك تستحيني أنا وشعبي فيستغرب فتبتري بقى كل اللي فات ما كانش أعلاله إنه من شعبي اليهود بحسب ما كان مرضخاي أيل لها بينما مرضخاي لما رفض يزجد قال له أنت ما سجدتش قدام هامان قال لهم أنا يهودي السبب لي خليني ما سجدتش إن أنا يهودي بدأ يكشف إنه هو سبب أعلن عن هويته لكن كان أيل لإستير والحكمة ما وللوقت المناسب إنه ما تعالنش عن هويتها بزرط فهين أعلنت إستير عن هويتها وقالت أنا شعب يهودي وقالت له فيه راجل لقيه مشرير هو اللي عايز يتخلص من الشعب وأشارت طبعا على هامان طبعا الملك اختص جدا لأنه خدع خدع وقال له دول مجموعة متفرقة وخرج عن قانون يعني أو مجموعة لا تتبع السن فبعد كده الملك خرج شوية لغاية الجنينة بتاعة الأسر غالبا هامان بدأ إنه هو يتزلل أمام الملكة أو يمسك فستانة أو كده فدخل الملك شافها شافه فاستق من الموقف فغطوا واقه وخلاص إنه هو هيموت والخشبة اللي كان هيعلق عليها مردخي علق عليها واحد من اللي خاصيان كان بيحب مردخي قال له ده كمان كان محضر خشبة قال له خلاص يصلب عليها وبعدين ربنا الملك يعطي لأستير بيت هامان يعني العشرة من أولاده ويديهم بقى إنهم بدأت تقوله وتتزلل الملك فيما بعد تقوله طب أنا شعبي هايهلك قال لها طب شوفوا أنت عايزين تعمله إيه فأخذ الخاتم اللي كانت دي طبعا لهامان والده المردخي يكتب هو بقى إن ربنا استحيا الشعب دوت أو الملك أعفى عنه نحلو حياة تانية مرة تانية بالضبط والجميل في السفر إن سورة الحزن والبكاء والنحيب تتحول لفرح وتهليل وربنا يعطيهم كمان المجد على أعداءهم اليوم اللي هو كان مخصص يعتبر إعدام اليهود في العالم ربنا يديهم الفرحة والنصرة ويعطيهم كمان أعداءهم والوحي الله كمان يقول إن فيه كتير تهودوا دخلوا اليهودية لأن المردخي صار عظيم الملك عظمه جدا بالضبط وأعتقد إن دي رسالة جميلة ربنا بعتها لنا النهاردة ويعني أتمنى إن كلنا ناخد بيها قد إيه ربنا ممكن يحول الحزن الفرح يحول الشر الخير يحول مكايد الناس لنا اللي بيتدبروها عشان يقتلونا عشان يدمرونا عشان يكسرونا يهزمونا لكن ربنا بيحاولها النصرة وفرح أكيد بالضبط والخير وتورينا كمان فعالية الصوم أنا حالتك تفضلت وقلت الصوم بتاعنا صوم بينات صوم المستحيلات بالضبط فاقتلينها بحاجة عمل كبير جدا جدا ربنا قدمه قدم الإنقاذ وقدم الخلاص ففعالية الصوم فعالية عظيمة زي ما ربنا أنقذ شعبه وأنقذ بصلوات أستير وبأمانة مردخي قادر أنه يحول كل مشاكلنا والتلال والجبال اللي علينا لفرح وحالة حلوة في حياتنا أنا بشكل حاجة جدا أستاذة نيرمين مفتاح أمين التربية الكنسية بكنسة الملاك رفاقيل بالمعادي نوارتين وشكرا لوجودك صباح النور شكرا صباحا شكرا لك قبل ما أخرج مع حضراتكم الفاصل وأننا برضو أثناء الفقرة ناس كتير بعدت لنا فأنا حابة أعيد على ماريانا نوار بعدت لنا وبتقول إن عيد ملدها النهاردة كل سنة وأنتي طيبة وقبل مئة سنة إيميل نجيب بيصبح علينا صباح النور جورج ماهر صباح الخير على أسرة سيديفي مريم فوزي صباح الخير أشرف فاروق برضو بيشكرنا على الموضوعات إحنا دايما يعني معاكم في كل الموضوعات اللي اتهموكم الحقيقة في تعليقات كتير جاي لنا موضوعات التربية وسن المراهقة وإحنا نحاول نهتم برضو الفترة اللي جاي نخصص أكتر من مرة وأكتر من فقرة عن أسليب التربية والتعامل مع المراهقين ويمكن كمان موضوع التنمر ناس كتير مهتمة به وناس كتير بتعيني منه وبرضو على مدار الفقرات ووقت البرنامج هنقرأ كتير من تعليقاتكم ورسائلكم وفي انتظار تواصلكم معينا نخرج لفاصل ونرجع نتابع معاك وباقي فقرات حلقتنا النهار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر